اشتركوا في القناة التكفير هو إخراج بعض الأشخاص أو بعض المعتقدين أو بعض المتدينين عن الإسلام فإن من خرج عن دين الإسلام فإنه يعطى اسم الكفر يعني أليس هناك إلا مسلم أو كافر هذا هو الذي يعتقده أهل السنة حيث يدينون بأن هناك كفر وإسلام وأنهما ضدان متخالفان فمن كان من أهل الإسلام فإنه يعامل معاملة المسلمين وإن كان فيه شيء من البداع التي لا تكفل وكذلك من كان من أهل الكفر يعامل معاملة الكفار ولو اتصف بشيء من الفصال التي يعمل بها المسلمون فعند أهل السنة أليس هناك إلا مؤمن وكافر وإن كان هناك بعض الفصال التي ورد لفظ الكفر على من أملها ولكن قالوا إنه لا يصل إلى الكفر الذي يخرج من الملة ترجمة نانسي قنقر